اشتركوا في القناة اه يلا نبدأ اه دي المقدمة انا كنت دي المقدمة قلناها المرة اللي فاتت بس نقولها تانية عشان انا محدش في المحاضرة اه قلنا اه الدم يعني ايه يعني ايميا في الترمنولوجي الدم يعني ايميا تمام تمام اه الدم ده بيبقى ماشي في البلوت فيزل بتاعنا بيبقى ماشي او البلوت فيزل بتاعنا هو الدم بيبقى ماشي بسرعة معينة في البلوت فيزل ماشي طيب معدل سرين الدم ده ممكن يتغير هيعملنا حاجة اسمها ايه ولي احنا بالفعلة بدأناها. ماشي? طيب. ممكن يتغير يعني ايه? يعني ممكن يزيد وممكن يقل? لو زاد هيعملنا حاجة اسمها هيبريميا. طب لو قالها هيعملنا ايه? لو قالها هيعملنا اسكيميا. تمام? تمام. الاسكيميا ده مش موضوعنا. انتم مفروض خدتوا خدتوا المحاضرة دي خلاص. والسرومبوزس والايمبلوزم احنا خدناهم المحاضرة اللي فاتت. النهاردة احنا هناخد الهايبريميا اللي هي في حالة زيادة معدل سراين الدم. يعني في حالة ان انا عندي ارجن. تمام? ثواني. في حالة ان انا عندي ارجن اهو. والارجن بيبقى دخله ايه? بيبقى دخله ارتري. ويه بيبقى خارج من نوفي. صح? صح? طيب في حالة ان الدم اا معدل سراين الدم زاد. كده هيبقى اسمها هيبريميا. تمام? تمام. طيب لو معدل سراين الدم ده زاد في الارتري. هنسميها ايه? هنسميها اكتب هيبريميا. طيب لو معادل صرايين الدم ده زيت في الفين هنسميي ايه? هنسميي باسف هايبريميا او كونجيشن. تمام? تمام? يبقى احنا عندنا كده نقوين من هايبريميا علينا اكتب وعندنا باسف. الاكتب ده بيبقى ايه? الاكتب بيبقى الدم زيادة في الارتري. الاسف بيبقى الدم زيادة في الفين. حلو? حلو ايه تعالي الانوشوف المحاضرة بتا Tutajنا بقى. عندنا اول حاجة انبدأ بالاكتب هايبريمي . اكتب هايبريميا يعني ايه الكلام ده? يعني احنا عندنا ارجن تمام اهو. ودخل له بلات فيزل تمام? البلات فيزل ده مرة واحدة العضلات اللي موجودة في الول احنا زي ما احنا عارفين ان الول بتاع البلات فيزل موجود فيه مصدر تمام? العضلات الموجودة عاملت عاملت فاللي حصل بقى حصل يعني البلات فيزل وسع يعني ما بقاش دايق كده لأ بقى واسع شوية كبر طب بما ان البلات فيزل واسع ايه لا هيحصل? هيستقبل دم كتير? هيدخل دم كتير للارجن صح صح? فالدم هيندفع بسرعة للارجن ماشي? وهتبقى بقى ايه? هيبقى عندنا زي اعراض الانفراميشن كده. مش احنا عندنا في الانفراميشن كان بيحصل ان بيحصل وضيليتيشن والدم لما بيزيد بيعمل لنا نفس الكلام برضو. الارجن بتاعنا بيبقى ايه هدنس وردنس. ماشي? حالو. طيب بيقول لك هنا ايه معنى كلمة اكتف means change in muscle tone of visils ايوه. يعني بالبلع دي كده ان كلمة اكتف دي يعني التغيرات في المصل. المصل عملت relaxation المصل عملت contraction المصل طالما عملت relaxation يبقى عمل لنا ايه? يبقى عملت في البلات فيزلز فالبلات فيزلز بتاعتنا وسعت فدخلت دم كتير الارجن. واضحة? واضحة ان شاء الله. طيب الطيب ايه انوايا الاكتف هيبريمي عندنا انواين اثنين? عندنا في الثوريجيكال وعندنا بقى صوريجيكال. في الثوريجيكال يعني حاجة طبيعية مش حالة مرضية. زي ايه مسلا عندنا المسكورة الاكسرسايز هاي. هل اي حد بيلعب يلعب ده ده عنده مرض? او ده يعتبر مرض? لا. ايه حالة في الثوريجيكال عدي. طيب ليه بيحصل فيها اكتف هيبريمية. والله هي مسلا انت خيل انت عد جيم مسلا وانزلت اربعين ضغط ولا خمسين ضغط. طبعا العضلات بتاعتك ممكن يحصل لها فاتيج ماشي. ممكن يحصل لك مسلا شد عضلي او اي اي حاجة ان الدم مش واصل كويس للعضلات. فانا هحاول عوض ده ان انا هعمل اكتف هيبريمية. هزود كمية الدم اللي راحة عشان تعوضها وتعوض الفاتيج اللي حصل ده. كويس? كويس. طيب تاني حاجة عندنا البسولوجيكال. البسولوجيكال يعني بتعلق بحالة مرضية زي عندنا. اكيوت انفليميشن. انتو خدتو شابتر الانفليميشن خدتو في ان الجزء اللي بيقع في افليميشن ده بي بيحصل فيه بيطلع فيه استامين. الهي استامين ده اللي بيعمل زي اللي حصل. ماذا حنا قلنا حصل في ال بلات فيزل لوستعت وتخيل الدم كتير هو ده اللي حصل فعل. زي اللي بيحصل في الاكيوت ان البلاتفولو بتاعنا بيوسع وبيدخل كمية الدم فالدم يندفع بسرعة كبيرة جدا فبيبقى مكان الانفلميشن بتبقى ريدنس وهوتنس تمام تمام يبقى كده خلاص الاكتف هيبريمي عندنا بتبقى المشكلة فين المشكلة بتبقى عندنا في الارتري انه بيحصل له ديليتيشن وكلمة اكتف دي تدل على ايه تدل على التغيرات اللي بتحصل في المصر تمام تمام قلنا الطيبس الفيسيولوجيكل اللي هو باسولوجيكل تمام فاسولوجيكل يعني مش الحالة مرضية اما الباسولوجيكل دي حالة مرضية تمام بسو عندنا هنا في الصورة ده préfريمي MARCAS بيبقى عندنا ففتي ففتي يعني ايه يعني ايه ده عبره عن كابيلر ماشي الكابيلر ده ايه التقاء الفين مع الارتري تمام عندنا 일�كرر كية داخل الدم بيخرج الدم مفيش زيادة ولا فيون قصوات ماشى ده نورم العادي لكن في حالة الهاي بريمي بسو الارتريول البراطفول زاد قوي يعني غطع الفين كمان. ماشي? ان شاءنا تكون واضحة. ده خلصنا كده الاكتف هايبريم. ندخش لبقى في الباسف هايبريميا والموضوع مهم. عندنا الباسف هايبريميا قلنا الاسم التاني بتاعها اسمه كونجيشن. يعني ايه كونجيشن? يعني احتقال. تعالوا نرسم الارجن بتاعنا تاني. ماشي. قلنا داخل منه ارتي وخارج منه ايه? اهم حاجة خارج منه. خارج منه فيه. تمام? ده الخارج منه ده فين. طيب. ااااااا المفروض طيب ايه هايخليenced funky في باطفول؟ ايهي يخلي باطفول هايخلي باطفول يزيد في الفين؟ قال لك والله ممكن مسلا الدم هو خارج من الارجن كده في امان الله ويدخل في الفان يلاقي ايه قدام وسروم بس. يلاقي قدام وجلطة. يلاقي قدام الامبولاي. فاكرين الجلطة والامبولاي قدام المحاضر المحاضر اللي فتد ممكن الدم خارج في امان الله لها البيوتفوز了 طالع فيه او طالع فيه او موجود فيه امبولاي. فده هيعمل ايه? هيعمل هيسد البلاط فيزل الدم مش هيعرف يتحرك يعني او هيبقى فيه جزء صغير جدا موجود مش هيعرف يعدي الدم منه. تمام? تفايل ايه يحصل الدم يجي عدي يحاول يخش في البلاط فيزل حيطة اصغننة جدا فهيفضل بوده شوية الدم متحاوشين هنا. فيرجعوا عالارجان فيعملوا في الارجان يعملوا يوسعوه كده ها ماشي. ويحصل فيه يعني ايه يعني احتقان. بصوا الارجان بتاعنا. حصل له كبر وكونجيشن بقى محتقم بالدم. لان الدم كان ماشي في خلاص يعني هو ماشي في الدنيا مسدودة قدامه. هيعمل ايه? هيرجع تاني. فرجع تاني الارجان ويكبر الارجان وحصل الارجان بقى يعني بقى محتقم بالدم. هتلاقوا لونه كده مليان 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 بلاط يعني بصورة رهيبة. وطبعا هتتكه يعني خرم كده ابرة هيعمل معك هيمرج على طول. ماشي? بتاعنا كراءة التعريف بقى. بيقولك ايه? في الفينوس. دي اهم كلمة في الفينوس بلاط الموجود في الارجان حصل او حصل صد في البلاط فيزل ثمان. والفينز والنيولز والكابلاري بيقوم باسيفلي دايليتي تناكت ايه? اكتف. لكن هنا باسيفلي ايه? باسيفلي. انا ما استخدمتش عضلات. اهو. تماتيكي تماتيكي. الارجان او المرجاله الدم هو عمل دايليشن لوحده. ماشي? يعني هو كبر لوحده. هو يعني مسلا ايه? تخيل انت جايلك ضيوف. وضيوف كتير. فانت مش مش محتاج ان هم مسلا يطلوهم منك كده. لا انت هتعمل كده بنفسك. باسيفلي. مش مش اكتف يعني. باسيفلي ايه? باسيفلي ايه؟ styles. او انواع كونجوشن بايه. انواع كونجوشن عندنا جونر ELG. يعني ما gemeinsam يعني متعلقة بالجسم كله. يعني من داخلانك يوانا متعلقة في الجسم كله. ودى عندي انواعين اتنين. acute و chronic. acute يعني حاد ومفاجئ. Hispanic يعني ايه? chronic يعني كرونك يعني ايه? بصوا. chronic كرونك ده بيبقى عليه مراحل ماشى وبيبقى مزمن يعني مش ب estratég empowering بالتدريج ب trait Resources papers retrouver كلاب في يبقى كرونك ولكن الهدفين في أحدثه لكن الهدفين في behand بعضها بيحصل الى كل هذه اسمlichkeit devastatedобыكا منها در مجددا عن هذه الدم بنا من 호라 الفيذا السب bip TV النجوم فأكيد هيحصل في الجسم كله. تمام؟ هيعمل مشاكل في الجسم كله. لكن اي اورجن بقى. لفر مسلا كدني اي حاجة. تمام? تمام. اي دي صور برضو. بيتفرقلك بين الهايبريميا والكونجيشن. دي الهايبريميا العادية. بتبع عندنا مشكلة في هو اللي فيه ايه? بلوت فولو كتير. لكن هنا عندنا المشكلة فين? المشكلة بتبع عندنا في الفين هي اللي في ايه? بلوت فولو كتير. وده بنسميه كونجيشن. طيب. نيجي بقى الانواع قلنا اول حاجة جنرال تمام? الجنرال ده قلنا في منه انواعين اتنين. وايه? وكرونيك. طيب. الاكيوت يعني حاد ومفاجئ. يعني اتخيلوا كده مسلا اسبابه يبقى ايه? حاد ومفاجئ وجنرال يعني بيحصل في الجسم كله. يبقى طبيعا عندنا حصلت مشكلة حادة ومفاجئة في القلب. صح? صح? احنا قلنا اي حاجة جنرال يبقى متعلقة بالقلب. ليه? لان الهلب هو اللي بيتحكم في الجسم كله. تمام? فطالما حصل الكونجيشن في الجسم كله يبقى المشكلة لها علاقة بالقلب. تمام? وهي اكيوت. حصلت مرة واحدة. يبقى اكيد القلب ايه? اتقاذى مرة واحدة. فبيقول لك هنا. الاكيوت جنرال فيناس كونجيشن يعني حصل كونجيشن مرة واحدة في الجسم كله. ده سببه ايه? قل لك高يوت هارتي في الترمنال كونجيشن في الاكيوت هارتيفل يعني ايه? فشل في عضلة القلب ومفاجئة. مرة واحدة. بدون اي مقدمة حصل فشل في عضلة القلب. ماشي? يعني حصل اي? مرة واحدة. حد مفاجئ فهيعمل لنا اكيوت. ماشي? اكيوت فينس كونجيشن. الهارت ده متحكم في الجسم كله فهيعمل لنا جنرال فينس كونجيشن. تمام? لازم نفهم الكلام عشان احنا مش عايزين نحفظ. طيب. بيقول لك بقى ايه? الكل الفسرة كلها طبعا تبقى شو اكيوت كونجيشن احنا قلنا ايه? هو جنرال فيحصل في الجسم كله فالفسرة كلها اكيد هتبقى متأثرة. تمام? تمام. ده الاكيوت جنرال فينس كونجيشن. تيجي تاني حاجة كرونيك جنرال فينس كونجيشن. برضو واحدة واحدة. هي كرونيك يعني ايه? يعني جراديول. يعني بالتدريج. حصلت بالتدريج. ما حصلتش مرة واحدة. يعني هي مش اكيوت. ماشي? افكتينج زهول فينس سيست. ده طبيعي. ليه? عشان هي جنرال. تمام? تمام. طيب ايه اسبابها بقى? اسبابها قلنا ايه? قلنا ايه? يعني ايه? واحد واحدة عطلنا نفسر الكلام وبعد كده نروح نشوفها على الرسمة. قالك ان الكرونيك جنرال فينس كونجيشن. يعني حصل ان حصل كونجيشن احتقام في الجسم كله بس حصل على مراحل. تمام? وهيبقى مزمن. هيبقى كرونيك معاني. ماشي? طيب ايه اسبابه? قالك حصل بسبب والله ايه? ان ايه? 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 بتاعي الهارت حصل فيه مرة واحدة. طيب ليه حصل هارت فلير? يعني ايه? ايه الحاجات اللي قدت لكده? قالك تلات حاجات. اول حاجة ممكن تكون مشكلة في الهارت نفسه. او ممكن تبقى مشكلة في البنمونري فيزنز او ممكن تبقى مشكلة في اللونج. تمام? تمام. اول مشكلة عندي بيقول لك ايه? مشكلة زي الميترال استينوزز. يعني عندنا السمام. الميترال ده. حصل الفستينوزز. ده. تعالوا نشوفها الرسمة. عايز اوضح لك عرسمة. دي ايه? دي الهارت and blood circulation system. تعالوا نوضحها كده بسرعة. احنا عندنا الدم بيطلع من الليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل ايه من الكونتراكشن. الدم يطلع منه يمشي في الاورطة. ماشي? او الدم ماشي في الاورطة او في الاورطة. والحد ايه? ما يوقف عند الكابلاري. ماشي. وطبع ان تعالفين الكابلار دي بين الارتري وبين الفينز. تمام? فهي اه خلص كده مهمة الارتري خلصت وهيودعها عند الفين. الفيروينفيريو فيناكيفا. والاوا السوبيرو والينفيريو يعنى في ناكيفا. هيودوا الدمي فين? الرايت صايت هارت. ماشي? بتاع الهارت. الواه الرايت اتريم و ايه? ورايت فنتريكل. بعد كده ilrait فنتريكل هيطلع الدم فين? هيطلع الدم في البلمونري ارتري. ماشي? الدم يشوف في البلمونر ارتري ياخدشه جوه يتنقيه ويبعى اكسوجينيتED بعد كده يطلع علينا من في الب Capolmionary مفروض د يفين دي غلطة مع piace지 مفروض دي بابلونر Operator fade يطلع من الب long سمام المترال ده موجود بين موجود والله بين الليفتة كاتريم والليفتة إتريم وابط الزفينتريكل موجود هنا ماشي وهي حصل في ستينوجة reallyati يدي الحيتة دي مقفولة ديقة في الا اللي ممكن يحصل واحدة واحدة أول ممكن تحصل ان الدم جاي من البلمون ĐERVijah الدم اللي في اللفتة إежде م splits صحه؟ لانه قصل يضب الصمام ضيق فاصمام مش عارف يعد الدم من اللفتة إنتريم إلىger ف الدم هيخلي واقف فين يخلي واقف في الفت اتريام شوي طيب الفت اتريام اتمل على اخره هيعمل اه هيرود الدم يرجع كده الدم هيرجع تاني في في طيب الدم يرجع في بالمونرية فين خلاص البرمونرية فين اتملا هيخش فين هيخش جوع translation ايه من اللونج بتاعت بعد كدو خلاص اللونجت اتمل اه? 얼� Lopez تتعمل ايه؟ ترود تاني في البرمونرية واثلة في البرمونرية البارمونرية التي يروح فين يروح تاني مكان ما جاه. اللي هو جاي من اين? جاي من ريض فنترجل. بس. يروح ال ريض فنترجل بقى الدم كله يترقم فيه فيحصل ايه? ريض سايد هارت فلير. يا بقى ده اول سبب معنا اللي هو الميترالستينوس. بص كل حاجة بترد على قبله. يعني مسلا. ما في تقاتل ايمت مانا بالدم هيرد على قبله. هيرد على اللانج. اللانج هترد على قبله. كل حاجة بترد على قبله. ماشي؟ يعني كلهم في مركب واحد. منفعش واحد يتصرف من دماغه ويقول لا انا هقفل باب او انا هكسر مثلا هشيل خشبة عشان مثلا اعمل بقى حاجة هشيل خشبة من مركب دي منفعش انت كده هتغرقنا يا حبيبي هنا نفس الكلام برضو السمام قرر ان هو يتقفل طبعا بيبقى فيه امراض يعني يعني ربنا يعافينا بس السمام ده مرة واحدة في ايه هيحصل خلاص يعني السمام تقفل ما فيش دم هيروح للليفت فينتريكل وده ما كله يفضل متحوش في ليفت اتريم فيفضل يرد على قبل يرد على قبله لحد مايرجع تاني للرايت هارت في الرايت سايد بتاع الهارت ويعمل فيه كونجيشن بس ويحصل فيه فاليار بقى ده سبب ولا مش سبب ده اول سبب معانا اللي هو اهو طبعا نرجع تاني الايه الهارت ميترال استينوزيز تمام تمام تاني سبب معانا بيقولك زي مثلا كونجيويتال برمونر استينوزيز او حصل بالهارت في اللونج نفس الكلام برضو عندنا اهو نفس الكلام بس المشكلة مش بدأت من هنا بقى هنا الميتراستيوزيز المشكلة بدأت من هنا هنا المشكلة بدأت متأخر شوية الكن المشكلة حصل في البانونر يفزيز ممكن ما مستلا يكون هنا ايه حصل uns having a pain ماشي مسلا فيهρηسيول و هو الا حاجة فدق فالدم مش عارف يعدي فهيحصل له كونجيشن او مسلا بيقوللك حصل بالهارت في اللونج فالهارت بداقي فايبروزيس, حصل في الله فالدم خلاص يعني مش عارف يخش جوه الله عشان يعدي فبرضو هيتحوش هنا النتيجة واحدة ان الدم هيرجع يتجمع حينة تاني. بعدية استم منجبلكم الو احمر. الدم هيرجع يتجمع في الرائت صوباتي بتاع الهردت اتاني. ماشي? دي النتيجة واحدة صدما يعني سوا Moment بقى المشكلة حصلت هنا المشكلة حصلت هنا المشكلة حصلت هنا. المشكلة حصلت هنا. خلاص يعني هو كله بيرد عشان يجمع فيه في الاخر. عشان يتجمع ويبس كده ماشي ده احنا خلاص فينا البلموناري فيزلز ويثالت حاجة عندنا اللانج بتبقى ايه انفيزيمة او اكستنسيب فيبروزيز اللي احنا نستعيلين وانفيزيمة يعني اللانج بتبقى فيها انفيزيزين بتبقى مليانة كده ماشي هتاخدوها في الاسبارتور ان شاء الله او فيبروزيز اعتبرها انها فيبروزيز اللانج مقفول دم مش عرف يخش فيها ويخرج منها بسلوثة بسلاثة للبانون ريفين ماشي ده البانون ريفين دم مش عرف يروح للبانون ريفين فيفضل متركب في اللونج او اصلا مش عرف يخش اللونج كمان فيفضل واقف بره هنا بانون ريرتري خلاص جاب اخره فهيرجعه تاني ما كما جابه يقول له معلش انا مش عارف عديك فيرجع تاني لإيه للرائد فينتريكل وخلاص يعمل إيه من رائد سايد هرتفير واضحة ان شاء الله تكون واضحة وزي الفول احنا كده خلصنا ثلاثة اسباب بتاع رونية التاني حصلت ايه طبعا لان مثلا الفيبروزز ده بيحصل مايرا واحدة بيحصل اكير مستحيل يعني الفيبروزز بياخد وقت عنا ما بيتكون اصلا ماشي بس كده قال لك بقى الكوزوس ايه عندنا ثلاثة اسباب كله بيرد على بعضه ممكن عندنا تبقى المشكلة ايه مشكلة في الميتريستينوز في الناحية بتاع الليفت اصلا او ممكن تبقى المشكلة في البانون ريفيزز ماشي ممكن تبقى دانا مشكلة في اللونج نفسها فبرضو الدم هو مش عارف يدخل اللونج فهينزل في البرمونيري الارتري والبرمونيري الارتري يودي مكان ما هو جابه ويرجع تاني فين في الراية ساية بتاع الهارت وياما الراية ساية هارت فيلير ويعمل لنا في الاخر كورونيك جنرال فينس كونجشن تمام اتمنى تكون الحتة دي واضحة عشان مهمة نيجي بقى البيسولوجي يعني هو بيعمل ايه في الاخر نتيجة الكل ده كورونيك جنرال فينس كونجشن اول حاجة عندنا دي سبيني يعني ايه شورت النسف البريس تلاقي عيني الواحدة مش عارف تاخد نفسها كده يعني ايه طبعا لانها فيش دم واصل يعني الدم قليل ماشي كونجشن حصل كونجشن في اي حتة فهي مستمت قعدة يعيني مسكة صدرها مش عارفة تنفس شورت النسف البريس يعني تتنفس بصعوبة تمام ايه تاني حاجة عندنا سينوزس طبعا لان الدم مش بيعرف يوصل لكتير مقوي من الاطراف تمام ايه مسلا تخيلوا حتة مسدوس زي ما قلنا او زي اللي فادة كتحارية سيد هارتفيرير الدم مش عارف يوصل لحد من المنهضة كتير جدا طبعا لان المشكلة في القلب صح فمش عارف يوصل للاطراف فالاطراف بصوا هيبقى لونها ايه بلوش وبربلش تبقى مزرقية كده على السكن بصوا بصوا الشكل بصوا المنظر دهو بلوش او بلوش وبيقولونه بنافسيكي كده او ازرق الاطراف تبقى مزرقية لان ما فيش براطسة بضاي رايح له ماشي وبرضو بيبقى ايه على الليبسك كده طيب يبقى اول حاجة عندنا تسبينيا تاني حاجة عندنا سينوزس تاني حاجة عندنا كاردياك ايديما زي ما قلنا طبعا الكارديا مش احنا قلنا هنا بس انا هرجعلكم رسمة تاني مش احنا قلنا مثلا في حالة الميترالستينوزس ده دايق في ايه يحصل انه يحصل هنا الليفت في انتريكل هيفضل يجمع 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 ايه اه اقصود معيش هنا اسفة الليفت اتريم هو لا يفضل يجمع دم سعر بيحصل في ايه يحصل في ايديما يحصل في كونجيشن كونجيشن اصلا بيقدي ال ايديما تلاقيه منتفخ كده ماشي يبقى احنا عندنا ثلاث افكتات بتحصل بسبب كونجيشن اول حاجة عندنا ايه ديسبينيا ثلاث حاجة عندنا السيينوزس ثلاث حاجة عندنا الكاردياك ايديما تحفظهم زي اسمك ماشي ده السيينوزس خلاص الحمد لله الجنرال ندخل بقى في اللوكل اللوكل برضو كان نفس اللوين كان عندنا اكيوت وعندنا كرونيك بس اللوكل مستو ان هو مش بيبقى يعني مثلا مشكلة مش بتصيب الجسم كله مش بيحصل كونجيشن في الجسم كله لا بيحصل في منطقة واحدة بس تمام طبعا ده احسن بكتير اصلا ده السبب الرئيس الحدوث من الاول ماشي يعني هو فصرها لك قال لك لوكل يعني لوكالايز يعني ايه حصل اوبستركشن في الفينوس زي ما قلنا في اول البتاع او ادي الارجن بتاعنا و ادي الفين خارج منه بس فيه هنا سألونا لكم بلون تاني عشان تبعط فيه هنا سرومبوس او حاجة سد الطريق فمش عارف يرجع فالدم يعمل ايه الدم يجي يخرج من هنا مش عارف يخرج فيتجمع بقى هنا ويرجع تاني الارجن ويعمل له ايه ويعمل له كونجيشن والدم يبقى محتق والارجن يبقى محتقن كده ومليان دم ماشي عندنا عين اتنين عندنا اول حاجة اكيوت والنق تاني وفي السلايد اللي بعدها عندناك كورونيك اكيوت يعني ايه يعني حاجة دوم مفاجئ لو كان يعني ايه يعني بيحصل في مكان معين في جزء معين في أرجان معين فينس كونجيشن او هو ده التعريف بقى صادن يعني مرة واحدة مفاجئ كومبيليت فينس كونجيشن اه فينس اوبستراكشن او اوبستراكشن ديوتو مسلا سرومبوزس او الكيتشار او تويستينج حصل مسلا عارفين بصوا اعطيكم مسألة الحوار ده التستس بيبقى بيبقى فيها هنا اسبرماتيكورد تقامت علاقة كده من فوق بالسبرماتيكورد اسبرماتيكورد ده بيقاماش فيه والحاجات اللي بتغزي التستس السبرماتيكورد ده لا قدر الله ممكن يلف ماشي ممكن يتلف على بعضه نعيزة بس اوضحها لكم اكتر تغيروا معين دي التستس ده الاسبرماتيكورد اللي ماشي فيه والحاجات اللي بتغزي التستس اسبرماتيكورد ده لا قدر الله ممكن يلف ممكن يحصل له تويستد فإيه اللي يحصل؟ يعني يحصل له تويستد فلا يحصل إن مثلا الأرتري يعرف يدخل عادي بس ما يعرفش يخرج صح؟ الأرتري يعرف يدخل بس الفين مش عارف يخرج منين مش عارف يخرج من التستس لإن فيه تويستد الطريق متاعهم تعطل في حصل برضو إن التستس تجمع إيه؟ يحصل له كونجشة ده مثال على إحنا كنا فين؟ ده مثال على التويستينج ماشي تويستنجوردن أو أي حاجة أو موفبال أورجن أو أي هيرينيا هيرينيا دي اللي هي الأصل حاجة الكلام ده المفروض كبير عليك ويعني بس الهيرينيا دي عارفين اللي هي إيه؟ أنا مش عارفة معناها بالعاربي بس وصوا اللي هو أيها اللي هو الفتأ اللي هو الفتأ مش تسمعه الفتأ؟ لو مثلا واحد تطلع من السر بتاعته حتة تنتستن مثلا ولا حاجة ده كده الفتأ ماشي؟ تشوف باشكوا ما تشغلوش بالكوا بالأمثلة دي بس انت عرفوا لإيه المفيد ماشي تاني حاجة عندنا احنا قلنا القوزس خلاص هي لسا دايرة موجودة احنا خلاص ايه قلنا القوزس ماشي؟ نجي بقى البسولوجي طب إيه اللي نتيجة بقى الأكيوت لوكال فينس كونجيشن إنه ممكن يحصل قالك رابد طبعا لإنه بيحصل المفاجئ مرة واحد رابد سيفير تستينجن أو فينز آن دي كابيري ممكن لقدر الله أصلا تفرقع تمام؟ ممكن تفرقع لإن يا عيني بصوا هنا بصوا بصوا في الرسمة أو الرسمة خلاص احنا رسمناها عشان الدنيا لغبطت مننا بصوا هنا بصوا في الرسمة دي الفين عمالي يجمع دم دم عمالي يجمع فيه دم قوي متحوش كتير ومش عارف يخرج فلقدر الله لو زاد مرة واحدة لو حصل في حالة أكيوت وزاد مرة واحدة الفين مش يقدر يتحمل لإحنا خدنا أصلا تعارفين إن الوال بتاع الفين بيبقى سن رؤية عم بتاع الأرتليب كتير فممكن يرابشر ويحصل بقى هيموريتش يحصل نظيف داخلي شفتوا؟ طيب لو ما حصلش رابشر ممكن يحصل إديمة في التشو يعني زي ما قلنا أصلا إن الكونجيشن أصلا بيعمل إديمة ما هو الدم مش عارف يخرج من الفين فيعمل إيه؟ هيرجعتها الأورجن في الأورجن حصل إيه؟ كونجيشن ويحصل فيه إديمة ماشي؟ ماشي الحمد لله نيجي بقى إيه؟ هنخلصنا الأكيوت لوكل فينس كونجيشن نيجي للكورونيك لوكل فينس كونجيشن اللي فيها أثبتها برضو واحدة واحدة كورونيك يعني إيه؟ جرادوال تماما جرادوال إن كومبيت فينس أبستركشن إت ريزولتس فروم فينس كومبريشن برضو بس بحاجات هناك كان حاجة حصلت مرة واحدة أكيوت بص حاجة كده حصلت صادت لكن هنا حاجات هتنمو ببطء أو حاجات هتبقى يعني إيه؟ مش بتحصل مرة واحدة مش بتحصل بشكل مفاجئ لا هي بتحصل بالتدريك وبتبقى مزمنة زي إيه؟ أول حاجة عندنا تيومر هنجيب الأورجن بتاعنا أنا حصل إن إحنا زهقنا معنا بصراحة أهو وهنرسم الفين بتاعنا نتقبره شوي ماشي؟ ده الفين بتاعنا ويقولنا إيه؟ هيحصل فيه أوبستركشن بس بصورة كرونيك يعني بصورة مش مرة واحدة مش هتجي مثلا أمبولاي من أي حتة تقوم جاية وقفة في الفين مرة واحدة سدها يحصل أكيوت لأ إحنا عندنا كرونيك يعني هيحصل واحدة واحدة طيب زي إيه؟ بغير اللون هي زي إيه مثلا؟ قال لك ممكن تيومر ممكن تيومر مثلا تروسوا خطوش شطر النيوب لازم بس إحنا عندنا فيه تيومرز يعني بتوقع ماليجناند تيومرز الماليجناند دي ممكن تعمل ميتاستيز وممكن تنتشر ممكن تنتشر في البلاط فيزلز ممكن تنتشر في اللينفنود ممكن تشرف أي حاجة والتيومر الماليجناند ده بياخد وقت على ما بينمو ماشي؟ هو أصلا بيبقى في الأول بينين بعد كده بيقلب ماليجناند فأكيد هياخد وقت صح؟ هو بياخد وقت على ما يتطور وعلى ما يبقى أكثر أكثر شراسة ماشي فتلاقي مسلا في حتة تيومر عمل ميتاستيزيس ويجي هنا كده يجي سد الفي هل سؤال هل التيومر ده اا تكون مرة واحدة لا هو طالع يعني التيومر اول حاجة كان بينوين ما كانش بي ازي حد وبعد كده بقى مالجنانت وبعد كده راح لمين راح للبلوت فيزل وعمل بلوت فيزل اول حاجة عندنا ايه تيومر تاني حاجة عندنا ممكن اللارجة دلينفينوت ماشي ايه ده ثانية ده بيقول كمبريجن طب لا سوين سوين معيش اولا كنتم فكرة بي الكلام على حاجة تانية معيشان اسفل هنجيب الارجن بتاعنا تاني اهو ماشي وادي الفين بتاعنا اللي تعب معانا قالك انا مركزتش في الكلام وصحصحه معايا صحصحه معايا بالله عليكم بص بقول لك ايه ات رزالتس فرون فينس كومبريجن حصل عليه كومبريجن حصل عليه ضغطي يعني هو اصلا الضغط بتاعه وجاي من بره تيومر غريب هنجيبه مسلا نعملهم ربع واعيزين لون وحش كده السود مسلا تيومر جي ضغط على الفين بتاعنا كده ماشي فالفين غصب عنه هيحصله كومبريجن فهي دياء شوفوه اليومر بتاعه ده فغصب عنه الدم مش هيرق زي مسلا كان واخد على الحتة الوسعة ويعرف يجرب راحته وبصه يتنصر محب راحته دلوقتي مرة واحدة فجأة اكتشف ان ايه اكتشف ان اليومر بتاعه بدأ يدي اعملي دي اعملي دي اعملي دي اعملي دي لحد ما ديقت علي خالص ماشي فطبعا هيحصل ايه هيحصل كونجيش Для ان الدم واحدة وحدة بممكن انتيومر ينزل خالص يصد الفين خالص ويحصل بقا كونجيش ماشي ده اول حاجة ممكن انتم بללجت للينفونود ممكن مسلا الاااااا الفين داي يبقى ماشي جنب اللينفنوط ماشي؟ اللينفنوط دي كبرت. ماشي? ما عغلاج نجيب له الحلو بقى.AN فتضغط على الفين فبرضو ويعمل كونجوش. ماشي. او ماشي. الموجودة بلى واحدة حامل. فطبعا ايه? المناسبة البيبي عملية ينمو واحدة واحدة بصورة ايه؟ بصورة يعني اقصد بصورة بالتدريج. ماشي? عملية ينمو واحدة واحدة بالتدريج بالتدريج فواحدة واحدة عملية يضغط على الفين لحد ما يديه اكتر حد ما يقفله خالص ماشي يحصل طيب ممكن تحصل من ايه تاني احنا قلنا ايه ممكن تيومر او اللرجة في لينفنود او بريجنان تيترس ممكن بقول لك ممكن تحصل من ليور سيروزيس او بالهريزيا الهيباتيك فيبروزيس يعني ازاي يعني بقول لك والله ان الفينز مرضو متابعة موجودة كده ليور سيروزيس ده يعني دي مرحلة بعد ليور فيبروزيس ماشي طيب بقول لك ما بيتكون فيها بيكون فيها فيبروزيس احنا الاستقيلين بردو ان الفينزيس ده ايه بيسد الفين سحى وهيامل في الفينز نفس الكلام بس هو ايه حاطط ماله مزيدين ماشي الباصولوجي بقى ايه كده خلصنا للقوزيس الباصولوجي بقول لك الفينز والفينيولز والكالي بروكزمال توبستركشن بيكون ديليتد اند كونجسن رزولتنج ايديم كله كلام متعاد بجد يعني يعني بقول لك اول ما الفينز و الفينز دي اول ما يحصل لها اوبستركشن هتحاول تضيلت بقدر امكاني هتحاول يعني هتحاول ايه هتحاول يعني ترجع لحاليتها الاولينية يعني هو الورجان بتاعنا هو الفين هتحاول ترجع لحالية بس مش هتعرف فهترجع البتاع بتاعها هترجع الدم اللي فيها الورجان تاني فيحصل له كونجسن ويتمال ماشي ويحصل ايديمه برضو في الاخر كله كله كلام مش عارف والله لازم توينيه بقول لك ايه ايه الحتة دي كويسة ده احنا عارفين كلاترال ده زي ما قلنا برضو او انا ستموزنج فين زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان الكولاترال دي بتبقى عباره عن شبكة من الشعيرات الدموية او شبكة من الفينز او القوعيات الدموية بتبقى متربطة مع بعضها ماشي تلاقي فينز مفتح على فينز تاني تلاقي ارتري مفتح على ارتري تاني والحوار ده كويس تمام تمام فبيقول لك هنبدأ نفتح جرادوال اوبننج اوف كلاترالاند اناتوماتيك فينز ليه بقى؟ لان احنا هنحاول نلاقي مصار تاني ان الاورجن يخرج فيه الدم بتاعه تمام؟ يعني انا قدامي حلين الحل الاول ان الفين الاساسي اللي بيغازي الاورجن ده خلاص يعني اتسد وخلاص مفيش امل فنعمل ايه؟ الاورجن يلاقي قدامه حاجة تاني يلاقي فيه اناستموز يلاقي مثلا الفين بتاعه اناستموز مع حاجة تانية وبيفتح في الحتة الفنانية فخلاص يعني هيحاول يصرف نفسه فاهمين؟ هنبدأ بقى نفتح في الاديم وهنفتح في الحاجات اللي هي ماركونة اللي انا مش بستخدمها اللي هي الكولاترال والاناتوماتيك ايه؟ والاتوماتيك فينز تمام؟ دي كورونيك لوكل فينز كونجشن كورونيك بتحصل بالتدريك لوكل بتحصل في مكان واحد بس تمام؟ تمام؟ اسبابها اهم اسبابها قلنا كومبريجن بيحصل كومبريجن على الفين باي حاجة بتيومر مثلا تيومر بيامة واحدة واحدة عندنا اللارجة لينفلوت بتكبر او بريجنان تيوترس تمام؟ او ليفر سروزز او بالهريزيا فايبروزز او اي حاجة تمام؟ تمام ده شكل الليفر ده كونجستد ليفر بس الليفر كونجستد بيبقى شكل عامل ازاي؟ يعني بيبقى يديمة طبعا بيبقى مفتح اوهو ماشي؟ بيبقى لونه ريدنس بيقلب ريدنس ولو مسكته هتلاقيه اصلا حجمه حجمه كبر كبر في الحجم بقى اللارجة وسوالن وريدنس يعني بزيبس حاجات الانفلميشن بس بيبقى اصلا كبير تمام؟ ماشي بيقولك اهو الحتة دي موجودة جديدة في الدقة ده اني بيقولك لما تيجى اصلا تشوفوا بصوا هنا بصوا لما تيجى تشوفوا تحت المايكروسكوب هتلاقي ان الخلية اللي في الليفر سيروزز شبه حابة البرقة ماشي؟ هتلاقوها شبه انا فعلا عدت وقت عنا بستجي انا مكتشف الشبه بس فعلا لقيت شبه انا بركزه مسلا في الحتة دي كده ماشي؟ بتعمل اطلع فوق بصوا نفس الشكل تقريبه ماشي؟ اعرفوا بس ان الليفر سيروزز او معلاشي اللي بيحصل في الليفر بيبقى شبه ايه ماشي اللي هي حابة البرقة يعني بس كده ايه معنا بقى سؤالين؟ بيقولك ايه صحيح على الكونجيشن؟ اتس ان اكتف هايبريميا؟ ولا ديو تو اكتف ديلاتيشن اف ارتيولز انت كابلاري؟ ولا الاكسرسايز از ان اكزامبل؟ ولا اتس ابازف هايبريميا؟ فكروا وقفوا الفيديو وفكروا الكونجيشن طبعا نعرق ايه؟ طبعا عبارة عن باسف هايبريميا؟ تعالوا راجعتين احنا قلنا الاكتف هايبريميا بيبقى عندنا المشكلة في الارتري الارتري حصل له ديلاتيشن ودخل كمية الدم كبيرة للارجن لكن الكونجيشن بتبقى المشكلة فيه متبقى المشكلة في الفيديو فهو عبارة عن باسف هايبريميا تمام؟ تمام نيجي هنا بولك ايه؟ كورونيك جنرال فينس كونجيشن اقرأوا بالراحة وفصصوا الكلام اول حاجة كورونيك يعني ايه؟ يعني بالتدريج يعني مش اكيوت فنيجي ندور عالك اكيوت طب اكيوت انفرميشن دي غلط اكيوت هرتفيلر دي غلط ماشي؟ ماشي كورونيك جنرال يعني ايه؟ يعني بتحصل في الجسم كل فينس كونجيشن كونجيشن كوزد باي طبعا احنا استبعنا دي و دي و انا دول غلط لان دول اكيوت و احنا بنتكلم فو كورونيك فطبعا احبقى عندنا الميترالستينوز طبعا انتو فاكرين ليه؟ ام؟ فاكرين ليه الميترالستينوزيس؟ نرجعتها الى رسمة بتاعتنا طبعا نرجع تاني ونرجع عليها سريعا كده عشان مهمة عشان مهمة اهم حاجة مترالستينوزيس بيحتل فين؟ كم بيحصل هنا هاي الميترالستيوزين كان من قم بيحصل هنا اللي بيحصل بقى ان عندنا الليفت اكترين اللي جايي بالدم كده اسطبا ماليايين مش عارف ايه، مش عارف دخل الدم يتخ Leh banx الله问题 ي separated each other يرجع في البلمونري فيا، ويرجع ثاني في الـ lung ويرجع ثاني في البلمونري ارتري ويرجع ثانى مطرح ما جايه من الريض هارت ويهم الريض صىاد هارتيوtillع تمام هل بيعملوا مرة واحدة ولا عمراحل طبعا على مراحل لان الميترال ستينوز ممكن يتصدق فيبروزيس والفايبروزيس بياخد وقت صح طبعا نرجع بها لأسئلة بتاعتنا ثاني خلص كده احنا قلنا ايه دي بس فيبرميا وقلنا دي اكيوت ميترال ستينوزيس احنا بنتكلم في كرونيك تمام تمام جنرال افكتس واحدة واحدة جنرال افكتس اوف كرونيك جنرال فينس كونجشن ماشي سينوزيس ايه قلنا طبعا بيحصل السينوز بيحصل الزرقان لان الاطراف مش بيبقى وصل لها دم كفاية تمام فتبقى زرقة طيب كاردياك اديما ايما طبعا لان القلب او المنطقة اللي بيتحوش فيها الدم بيحصلها كونجشن بطريقة غبية وبتجمع اديما طيب شورتنس اوف بريست ايوا طبعا يبقى ايه ولوف زبوف بس كيا يا شباب المحاضرك يا زغو اماما يعني اتمنى انها حاولتها بساتها بقدر الامكان بس كده ترجمة نانسي قنقر